مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص لسكاينيوز عربية من معرض دبي للطيران يسعدني أن أرحب ضيفنا كبير مستشاري الدفاع للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق طيار سامي سامسون أهلا وسهلا بك وشكرا على قبول دعوتنا بداية كيف تقيم المشاركة البريطانية في معرض دبي للطيران وما الذي يميز مشاركتكم هذا العام عن الأعوام السابقة نعتبر كل فرصة تسنح لنا للعمل مع أصدقائنا الإماراتيين القدامى خاصة جدا ونظرا للعلاقة التي نملكها وبعد زيارة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لبريطانيا نعتبر أن ذلك ليس إلا امتدادا للفرص المتوفرة لدعم بعضنا البعض في المنطقة وأيضا هذا العام مميز خاصة مع الاحتفال بليوبيل الذهبي للبلاد كما أنه الفرصة الأولى التي تستح لنا بالمجيء إلى هنا في مرحلة ما بعد فيروس كورونا لإظهار أن الأمن والمصالح والفرص التي نملكها معا حقيقيا ونقيمها نحن نشارك في هذا المعرض منذ سنة 1986 وهذه فرصة رائعة لبريطانيا ليس فقط من أجل استعراض المعدات الصناعية لكن أيضا هي فرصة مواتية لإجراء المشاورات وجها لوجه مع أشخاص يشابهوننا بالتفكير ويتحملون معنا عددا من الأعباء ويعملون على مختلف الفرص والتحديات الموجودة في المنطقة وخلال التفاعل وجها لوجه خلال المعرض ستلاحظين فعلا ما يميز هذا العام ما أهميات هذا النوع من المعارض وهل يلعب دورا في مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة؟ ما من شك من ذلك هذا النوع من المعارض مهم جدا نظرا لأن التحديات الأمنية في المنطقة وفي بريطانيا ولد الحلفاء من حول العالم جمه ونعمل على مواجهتها ونظرا لأن المنطقة والإمارات بشكل خاص تستضيف مثل هذا الحدث يجعلنا متأكدين من إيجاد أرضية وحلول مشتركة بيننا لا يقتصر مفهوم الأمن على الدفاع والعتاد والنشاطات بل يعتمد الأمن على إيجاد فرص عمل للشباب واكتشاف تقنيات جديدة وتطوير اقتصاداتنا والتأكد من أننا متكيفين مع العالم المعاصر الذي نعيش فيه هذا جانب مهم جدا من هذا المعرض هل هناك تطوير للألية البريطانية في مجال مكافحة الإرهاب في ظل التطور التكنولوجي المتسارع في هذا الزمن؟ نعم لا أعتقد أن بريطانيا مختلفة عن أي دولة أخرى إذ نواجه جميعا تهديدا مشتركا ألا وهو الإرهاب ولدينا أعداء مشتركين يستخدمون التكنولوجيا لصالحهم بالتالي إنه لمن الحيوي أن نعمل معا لاستخدام التكنولوجيا ووضع حد لمن يحاول استغلال هذه التقنيات للإضرار بناء ونرى الكثير من التقنيات خلال هذا المعرض التي بإمكانها مساندتنا في ذلك لكن الأمر يعتمد أيضا على العلاقة التي نملكها فالتكنولوجيا المشتركة والتحديات المشتركة والمصالح المشتركة هي التي ستفضي إلى الحلول المشتركة التخوف الآن من الحروب السيبرانية وليس التقليدية ما أبرز ما يميز التعاون البريطاني مع دول المنطقة في هذا المجال تحديدا الأمن السيبراني موضوع قلق وجدال للعديد من الدول ولسي ما بين بريطانيا والإمارات والأصدقاء في المنطقة أما الخطوة الأولى التي نعمل عليها فهي الأمن السيبراني ومصالحنا ودفاعنا الأمني بالإضافة لاقتصاداتنا وحماية بياناتنا وميزاتنا نعمل كثيرا معا في مجال الأمن السيبراني وتقرير المراجعة المتكاملة الذي نشرناه مؤخرا يضع المجال الإلكتروني ولسيما الأمن السيبراني في صلب سياساتنا وما في شك في أن ذلك يتماشى مع سياسات دول المنطقة ما يسعدنا من الفرص المقدمة في مثل هذه الفعاليات هو أن المجال السيبراني ليس فقط تحديا عسكريا وتوجد الكثير من الفرص في القطاع التجاري والقطاع المدني والقطاع الأمني والعسكري نعم من المهم أن نعمل معا على صعيد مختلف الدول ولكن أيضا من المهم أن نعمل على مختلف المجالات للتصدي لهذه التحديات كما تعلم إيران تشكل تحدي أمني في المنطقة ولها أذرع عسكرية في لبنان في سوريا العراق واليمن هل هناك استراتيجية محددة للتعاون في مواجهة هذا التحدي؟ أعتقد أننا جميعا ننظر إلى هذا التحدي بالطريقة عينها كنا واضحين في قولنا أن النشاطات المزعزعة للاستقرار التي تمارسها إيران من خلال أذرعها في اليمن ومن خلال ميليشيات حزب الله تقلق ليس فقط بريطانيا بل الأصدقاء والشركاء في المنطقة ندرك أن الولايات المتحدة التي تقود محادثات الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 تشترط أن تعود إيران إلى طاولة الحوار والبحث في مجالات تتخطى الملف النووي وتندرج في مجالات مثل تكنولوجيا الصواريخ واستخدام طهران لأذرعها في المنطقة لكن في نهاية المطاف سيتطلب منا هذا التحدي أن نعمل على مختلف الجبهات مع شركائنا الدبلوماسيين والسياسيين والاقتصاديين كما نحن ملتزمون بمساعدة أصدقائنا في المنطقة والتعويل على بعض الأصدقاء الإقليميين الآخرين لتصرفوا بطريقة مسؤولة وشريفة لمصلحة شعوب المنطقة هل تخططون لإنشاء قواعد عسكرية جديدة في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا؟ هذا السؤال مثير جداً للاهتمام فلطالما كان لنا وجوداً في المنطقة وهو يختلف بحسب الظروف إذ نراجع دائماً بصمتنا ونحن ملتزمون في المنطقة ونملك قاعدة هنا وقلنا إننا على الصعيد الاستراتيجي نريد بصمة واضحة في المنطقة لكن سأضيف إلى أن وجودنا هنا ليس محدداً فقد أضفنا إلى المنطقة حاملة الطائرات HMS Queen Elizabeth ومجموعة حاملة الطائرات Carrier Strike Group ويشير هذا أيضاً إلى التزامنا بالمنطقة ويسمح لنا بالعمل مع الشركاء وإظهار التزامنا بطريقة معاصرة ومرينة وغير متوقعة وقوية وتسمح لنا بالدفاع عن العدالة كبير مستشاري الدفاع للمملكة المتحدة في منطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق طيار سامي سامسن شكراً لوجودك معنا